اشتركوا في القناة لماذا أرسل الإمام الحسين سلام الله عليه ابن عمه مسلم ابن عقيل للكوفة وماذا صنع أهل الكوفة بمسلم طبعا نحن أحبتي من باب أن الإمام معصوم لا نعترض على ذلك لكن نأتي ونحلل القضية من باب التحليل ولكن لا يمكن أن ندخل في عقل الإمام وفي فكر الإمام سلام الله عليه قطعنا أحبتي أن كل قائد الآن في العرف العادي نرى أن هناك اجتماع لرؤساء الدول ماذا يفعلون؟ يرسلون الوزراء يعني يهيئون لهم الأمور وما سيطرح في هذا المؤتمر نتيجة وزراء الخارجي أو وزراء اللي يرسلهم قبل أن يقام هذا الاجتماع وتحديد الخطوط العريضة لهذا الاجتماع أو لهذا المؤتمر الإمام أبو عبد الله الحسين لم يأتي أولا هو قائد هو سيد شباب أهل الجنة هو الإمام المعصوم أراد أن يعرف نيات أهل الكوفة يرسل إنسان بمستوى يعني اللي يمثل الإمام الحسين لذلك ما قالهم؟ قالوا ألا وإني باعث إليكم أخي لاحظوا أولا اعتبره أخاه الأخ بالإيمان وابن عمي النسب النسب قدم الأخوة بالإيمان ثم النسب ابن العم وثقتي من أهل بيتي إذن هذا اللي يكون ثقة الحسين ثقة الحسين في كل المجالات إذن وثقتي من أهلي مسلم ابن عقيل إذن هذا اللي يكون ثقة الإمام الحسين أي مستوى علمي ثقافي عسكري سياسي إداري وصل إليه هذا الرجل اللي يمثل الإمام الحسين يعني يكون يحكم بالكوفة يستتب له الأمر إلى أن يصل الإمام يعني يهيئ الأرضية كاملة ويبعث الإمام الحسين ويستشف نيات أهل الكوفة ولا يقبل الإمام مباشرة لا بد أن يأتي ومن باب أنه إقامة الحج أنني أرسلت لكم مرسالا ثم سأأتي بعد أن أرى ما ستفعلون مع وكيلي أو مرسالي أو نائبي أو ممثلي يهيئ الأمور ثم أأتي أنا بعد ذلك وصل مسلم بن عقيل فبايعه ثمانية عشر ألف إنسان ثمانية عشر ألف يعني جيش كامل بعد ذلك حينما دخل ابن زياد عليه لعائن الله إلى الكوفة وقد ولاه يزيد المصرين البصرة والكوفة بإشارة من السرجون النصراني هذا كان مستشار لاحظوا مستشار حاكم الدولة الإسلامية هو رجل نصراني سرجون وهو الذي رب يزيد إذن تربية هو تربية نصرانية بإشارة منه أنه وله ابن زياد اللعين المصرين البصرة كان والي البصرة وله المصرين البصرة والكوفة فانتقل مسلم ابن عقل من بيت المختار إلى بيت هانة وطبعا بعد بخطة مدروسة لا أريد أن أفصل عرف ابن زياد مكان مسلم في بيت هانة في بيت هانة ابن عروب وبعد أن أرسل الجاسوس معقل وأرسل معه أموال أنه أنا عندي أموال خمس وأريد أن أصل إلى مسلم فجاء إلى المسجد فرأى مسلم من عوسجة وأخذ عليه مسلم المواثيق والأيمان لكن أيه أيمان وأيه مواثيق فأوصله إلى مسلم وأعطاه الأموال فكان أول واحد يدخل وآخر واحد يخرج بعث ابن زياد بقصة مفصلة إلى هانة ابن عروب انتعال وهنئنا وكذا وجو ربع من مذحج قالوا ما يصير ما تروح لهذا الأمير وتهني أنت الشيخ أشيرة كذا فذهب إليه وبعد أن دخل قال أين مسلم نعقي قال هل جعلتني حارسا عليه أرسل إلى معقل من إجا معقل شافهانة كان شيخ أشيرة رجل معروف عرف أن كل أسرار داره في أو عنده ابن زياد قال اسمع يا ابن زياد إن كانت يدي على رأسي علوي لا أرفعه حتى تقطع فضربه على وجه حتى أدمى وجه أراد أن يسحب سيف أحد الحراس منعه تكاثر عليه ووضعه في السجن حينما علم مسلم سلام الله عليه بذلك خرج ونادى يا منصور أمت خرج هؤلاء المبايعون وحاصروا قصر ابن زياد لكن خطة خبيثة الطابور الخامس اشتغل أن أهربوا لقد جاءكم جيش الشام جيش لاقبل لكم به يقتل الصغير والكبير وكل من يسلم سيفه نعطيه بقدره ذهب اجدت الأم تأخذ ابنها الزوجة تأخذ زوجها الأب يأخذ ولده بقي مسلم وحيدا إلى أن وصل به الأمر أن يخرج من المسجد لا يجد أحدا يدله على الطريق إذن لاحظوا أحبتي أسرار أو لماذا انفك هؤلاء أو ذهب على المسلم هو ضعف الإيمان الخوف من السلطة لماذا بايعتم لماذا بايعتم مسلم من عقيل وجعلته وجعلتموه يكتب كتابا إلى أبي عبد الله أن أقدم بعد خلص انتهى الأمر هذا البيعة لو كانوا صابرين قاتلين انتهى الأمر ولكن ضعف الإيمان وخبث سريرة هؤلاء جعلهم ينكثون البيعة ومعروف قصة مقتل مسلم لكن أريد أقول في الختام أحبتي في ختام هذه الحلقة هناك أسئلة إن شاء الله نطرحها أننا ماذا نستفيد من قضية مسلم من عقيل نحن الآن في هذا الزمن أقول الجواب نستفيد أننا نندب إمامنا المهدي اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه لكنه حينما يخرج هل نكون مثل أهل الكوفة ننكث بيعتنا له أم ننصر إمامنا فكل يجيب على هذا السؤال بينه وبين نفسه ويشهد الله على ما في سريرته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر